ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وشدها مواءمة بيئة الأرض والماء لمواسم تفريخها وحتى هجرتها لتكون البحرين هي الملاذة الآمنة التي تجد فيها ضلتها التنوع الموجود في البحرين للحياة الفطرية عدة أنواعنا مهتم بتصوير الطيور التنوع الهائل خلال فترة هجرة الطيور المتواجدة في البحرين يصيب الإنسان بالدهشة نحتاج أن نحافظ على هذه الطيور نحافظ على هذه البيئة حق الأجيال القادمة وثقوا المتابعين المختصين في هذا الجانب أنواع أكثر من ثلاثة آلاف نوع من الطائر البحر له أبيض الخد يتكاثر على هذه الجزيرة ساعات طويلة وربما أخرى لا تذكر يقضيها موثق اللقطة في المكان ليصبح جزءا منه بعدها يكون بالإمكان له القرب أكثر من مواطن مختلف الأنواع الغريبة من الطيور كأبي الحناء الأوروبي وطائر الشرشور وطائر الأسقف والمطران الأصفر وغيرها ممن أرهقت متابعها وملاحقها من محمية لأخرى المصور يأخذ من وقته وقت كبير لالتقاط صورة يوثق فيه هذه اللحظة الناذرة لهذا الطير يعني تراوح بعض الأحيان أنه يوميا بشكل شبه يومي أطلع صور ما يقارب أربع ساعات بعض الأحيان أتوفق في تصوير لقطات جميلة وبعضها مجرد أوثق حياة أشاهد حياة الطيور كيف تتعامل في يومياتها اليومية بينها وبين بعضها البراعة التي رافقت حس المصور المروض لعدسته كانت قد أعطت له الحق في نيل العديد من الجوائز المحلية والعالمية التي يرجوها جهد ذاتي يدفعه الانتماء والرغبة الملحة في تبيان ما أمكن من جماليات الحياة الفطرية التي تمتاز باحتضانها المملكة الحمد لله حصلت في العام الماضي المركز الثاني على مستوى المملكة في محور الحياة الفطرية في البحرين الصورة أيضا التقطت في البحرين حصلت من بين ما يقارب خمسة إلى عشرة آلاف مشارك على مستوى العالم في جائزة حمدان حصلت من ضمن العشرة الأوائل محميات طبيعية تستحق توجيه الأنظار إلى صورها المنمقة التي أبدعت في رسمها يد الخالق كما جمال الطبيعة التي تحتضنها تأخذ الحياة الفطرية في البحرين مجدها لتتنوع بموفور ما تسخر به من أنواع نادرة لطيور تتمايل لتختال بروعتها وأناقة مظهرها مجبيرة عدسة موثق اللحظة على أخذ أبدع اللقطات لتلفزيون البحرين محمد رشيدات محمد رشيدات